مجلس النواب استطاع مجلس النواب التصويت على مواد قانون تنظيم القطاع العقاري 109 مواد هي مرتكز عليها القانون اختلف المجلس في الرأي على مادة واحدة فقط ليتم تمريرها بعد هذا الاختلاف لتنضم إلى بقية المواد المتفق عليها فيما رحلت مادة واحدة إلى الجلسة المقبلة المادة جابت نسبة 5% تضاف على نسبة التكلفة الفعلية مما يؤدي إلى ارتفاع النسبة العالية على أيضا المشتري ويكون هناك مبالغ إضافية على المشتري إلا أنا كنت أواضحة أو حاولت أن أواضحة لكن ما توفقت في أصحاب السعاد النواب صوتوا بالموافقة على إضافة نسبة 5% إضافة إلى كلفة التكلفة على المشتري فهذا أمر فيصراح يرهق المشتري أن المطور لمدة سنتين يضمن للمشتري أن أي أمور استهلاكية مروحة أي شيء ثاني هو المسؤول عنه باستبداله ويبلك على فواتير قيمتها بهذا المبلغ ويبدلك ويأخذ عليه نسبة إدارية لا تتجاوز الخمسة في المئة هذا كل الأمر فيه فإذلك مع المواطن وليس ضد المواطن وبعد نقاش مستفيض استحوذ على الجلسة الاستثنائية استطاع النواب أن يقفوا على أرضية واحدة ليقربوا هذا القانون من الانطلاق إلى النور تم مناقشة القانون للوصول في النهاية إلى توافقات جميع الأطراف كبرلمان والحكومة وكذلك الجاد ذات العلاقة وبفضل الله تم الانتهاء من هذا القانون تقريبا جلة عدا مادة وحدة أيضا نقشناها في اللجنة وهي شبه مكتملة وراح تعرض على المجلس وبالتالي يكون المجلس قد انهى هذا القانون اللي نعتقد أنه راح يعود بالنفع على مملكة البحرين وعلى القطاع العقاري فهذا يعد إنجاز مشرف كبير لمملكة البحرين سواء من السلطة التنفيذية أو السلطة التشرعية على السواء وما يعود بالخير والنفع على المملكة وعلى جميع المقيمين والمواطنين وكل من يتعامل في القطاع العقاري القانون العقاري سوف يحدث نقلة نوعية في هذا القطاع وسيفتح شهية المستثمر ليكون جزءا من المنظومة الشرائية في المملكة ترجمة نانسي قنقر